خمسين سنة مثلها النهار بالعام 1971 يعني خمس شباط عنوانة النهار أمريكا ضمنت لمصر جلاء إسرائيل عن كل أراضيها السادات لن نطلق النار 30 يوما ونطلب انسحابا إسرائيليا جزئيا لفتح القناة في رواد أبولو 14 على مسافة 18 كم من القمر الرئيس يرضي فضول المتسائلين بحديث سدليبه إلى مجلس نقابة المحررين مشددا على قدسية الحريات وأهمية الضمان والانفتاح على العالم العربي ومكررا رأيه في الحركة الطالبية والذين يستغلونها لتهديم النظام يوسف الأشقر يعرض رأي الحزب السوري القومي في القضايا الراهنة الحزب يحرص على التعاون مع اليسار الحقيقي ليسار الشعارات ويدعو المؤمنين ببناء المجتمع الحزبي إلى تأليف الجبهة الشعبية دخل سارقا على بول جيرا جوسيان فخرج مسروقا بانطالونه ومفاتيحه حلو حلو هذا الخبر بمنطقة بياضة بقرنة شهوين حيول يسرق 3000 ليرة وبساعة وساعة دعا بول على مجهول وبعد مدة سرق جرين لأله من دون أن يكشف السارق وأول تمباريح بس وعي بول على حركة مريبة بمنزله فنهض ليجد رجلا يلبس قميصا حمراء قاعد هونيك فيبدو أنه قدر يسرقوا بهذه الطالة لجنة المال النيابية تنهي مناقشات الموازنة بصورة عامة النواب يطالبون بوضع حد للاعتمادات المدورة وبإلغاء بعض المصالح المستقلة سابة أنا مع بيع عملاك الدولة وتوظيف الفائل من ذهب التغطية من ذهب ما بدون يبيع عملاك الدولة مش هيك حرمان الفلسطينيين من تقديمات الضمان يعالج في نطاق مشاورات هادئة ووزير الاقتصاد يستقبل رئيس الغرفة العربية الأمريكية في كمان عروين النهار من خمسين سنة من رئيس مدرسة سيدة الجمهور إلى أولياء الطلاب المحمديين هل تريدون أن نعلم أولادكم الدين الإسلامي محمد يوسف حمود ظاهرة تطورية تاريخية تبهج المسرح الوطني يترك الأجواء التركية ويلبنن عمله حتى بلوغ درجة التأليف شو شو صحيح إنهيار رولز رويس مجد الصناعة البريطانية حكومة هيس تؤمم الشركة تفاديا لخسائر طائلة القرار يهز السوق المالية ويضعف استرلينة حنمدد وبعد شهر حنشوف مين حيمدد ومين مش حيمدد هذه كانت كاريكاتور بير صادق